موسيقى مرحب بكم مشاهدي عين على البرلمان في جولتنا التانية النهاردة لمتابعة آخر الأخبار والمستجدات فقرة الأخيرة هتكون لفتح مشاكل المحليات وهخصص جزء كبير جدا من الحلقة لاستقبال مشاركتك عشان نسمع شكويك ونحاول بدورنا نلاقي ليها حلول بفكر حضراتكو اللي عنده فيديو بيرصد أي وضع سلبي يبعت لنا على رقم الواتساب اللي ظهر قدام حضراتكو على الشاشة بس خلونا في البداية نبدأ بفقرة الأخبار بيستقبل اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة وفدا من مجلس حزب المحافظين لشؤون الشرق الأوسط يأتي ذلك في ظل تفواف المسؤولين الدوليين والمؤسسات العالمية على مصر للتعرف على وجهة النظر المصرية تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية في ضوء تبني مصر استراتيجية واضحة لمكافحة الإرهاب والتطرف والحفاظ على الدولة الوطنية بالمنطقة كان الرئيس قد استقبل مؤخرا أعضاء الوفد البرلماني الألماني الذين أعربوا عن تقديرهم الكبير لمصر على المستويين الرسمي والشعبي مشدين بما لمسوه خلال زيارتهم لمصر من ترسيخ لحالة الأمن والاستقرار في مواجهة التحديات الإرهابية المتنامية في المنطقة وشجاعة في اتخاذ القرارات الصعبة بما أسهم في عودة الاقتصاد المصري إلى المصاري الصحي وفي السياق المتصل قال سفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس من المقرر أن يصل القاهرة غدا تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأضاف المتحدث الرسمي للرئاسة أن زيارة الرئيس الفلسطيني لمصر تأتي في إطار التشاور والتنصيق المستمر بين الجانبين حول مختلف القضايا العربية والدولية ذات الاهتمام المشترك لسيما قبيلا عقاد القمة العربية القادمة في الأردن يوم التاسع والعشرين من مارس الجاري بينضم إلينا عبر الهاتف السفير حازم أبو شنب عضو المكتب السياسي لحركة الفتح تحياتي لحضرتك مع السفير سهلا وسهلا يعني أعيدين نعرف جدول الزيارة يا فنن وكيف حضرتك تقرأ هذه الزيارة سونا الرحمن الرحيم جدول الزيارة يتم النقاش فيه مع السفير جمال الشبكي وليس معي أما ما نعرف عبر وسائل الإعلام هو أن اللقاء بالأصول يكون غدا في الفترة المسائية واللقاء مع السيد الرئيس السيسي يكون في اليوم الذي يليه والنقاشات تدور ما بين الطرفين حول التمهيد لانعقاد القمة العربية التي متوقع انعقادها قبيل انتهاء هذا الشهر الجزء الثاني له علاقة بالعلاقات السنائية ما بين الطرفين التشاورات الفلسطينية المصرية مستمرة منذ وقت طويل وستستمر أيضا لوقت أطول أكثر مما يتخيل البعض العلاقات إيجابية ما بين الطرفين وأعتقد أنها تذهب باتجاه أو اللقاء يشير دشارة واضحة إلى جودة ونوعية العلاقات الطيبة ما بين الطرفين وهذا أمر طبيعي طب معي السفير يعني أهم ملف سوف يتصدر هذا اللقاء أهم الملفات هو القمة العربية الأزمات الموجودة في المنطقة العربية كثيرة بالتأكيد انعقاد القمة في هذا التوقيت وحضرتك تذكرين الأزمة التي حدثت قبيلا انعقادها قبيل توقيت الانعقاد في السنة الماضية والأزمات التي كانت حولها هذا كل نتيجة الإشكاليات الموجودة في المنطقة العربية إشكاليات داخلية ومخرزات تأثير خارجي التحولات التي تحدث في المنطقة التحولات التي تحدث في المستوى الدولي تغير الإدارة الأمريكية تأثيرها على السياسات التي سوف تكون في المنطقة كل هذه التحديات تحتاج إلى مراجعات ومشاورات ما بين الأطراف ومشاورات ومراجعات أيضا داخلية في كل بلد لتحديد سياسات على أساسي يمكن مواجهة التحديات التي تحدث كثيرة جدا الحقيقة البعض يعاول على هذه القمة العربية القادمة في الأردن في حل الملف أو القضية الفلسطينية هل المؤتمر ده أو القمة دي ممكن أنها تخرج بتوصيات تنفذ على أرض الواقع؟ لا حل القضية في قمة عربية أعتقد أنه صعب إنما المقصود هنا أن يكون هناك تشديد على موقف عربي بطريقة أداء في مواجهة التغيرات التي تحدث في الولايات المتحدة والتغيرات التي تحدث في أربط حضرتك تعرفين أنه في إدارة أمريكية جديدة ذات اتجاهات غريبة لا أصل لها في شكل العلاقات العربية الأمريكية اثنين هناك تغير في أنه الاتحاد الأوروبي بدأ يتفكك من خلال الخروج البريطاني وعدد من المؤثرات الداخلية في الاتحاد الأوروبي وبالتالي نحن نتحدث عن تحولات وتغيرات تحدث على مستوى العالم المجموعة العربية أيضا كما تلاحظين أن هناك خلينا نقول أنه إعادة تشكيل لشكل النظام العربي أو المنظومة العربية في ضوء كل ما يحدث إذن الحديث يدور عن علاقات ثنائية علاقات إقليمية وبالتالي علاقات دولية الجزء الأخير وهو الأهم أنه التعصف والتطرف الشديد في الفكر السياسي الإسرائيلي وطريقة الأداء على الأرض والتي تظهر في الملف الفلسطيني والملف السوري والملف اللبناني وعدد من الملفات الأخرى أعتقد أن هذه كلها يمكن أن تكون مصار نقاش موسع في القمة العربية وأيضا في العلاقات الثنائية ما بين الطرفين الثلاثين والنصف طيب معالي سفير المصالحة مع حماس ما لها يعني هل ممكن أن تتم يا فندم يعني دعينا نتأمل أستاذ هند أن تحدث هذه المصالحة إذا ما استطعت حماس أن تعيد صياغة سياستها نحو القبول بفكرة أنها منظمة فلسطينية وليست زراع لمنظمة خارجية تعمل داخل الأراضي الفلسطينية إذا تمكنت من ذلك أهلا وسهلا هذا يمكن تحقيق وهو ضروري أن يتحقق بالمناسبة فهو ضروري يا فندم إحنا بنتكلم على أن لازم الدول العربية كلها تتكاتف لحل القضية الفلسطينية ما بالبقى أن حماس وفتح هما في اتجاه مختلف يعني لابد من تكتفهم علشان يقدروا يواجه العدوان السهيوني هذا كلام سليم أرجو أن تطرحيه على قيادة حركة حماس التي بينها إشكالية بينها وبين كل مكونات الشعب الفلسطيني وليس مع حركة فتح إشكالية حماس أنها تريد أن تخطف السلطة من الحكومة الفلسطينية ومن السلطة الفلسطينية مكونات الحكومة هي كل الأطراف الفلسطينية بدون استثناء مع هذا حركة حماس التي استولت على السلطة في قطاع غزة بقوة السلح إذن ما هو المطلوب؟ المطلوب أن يكون هناك تفاهم وقرار من حركة حماس بأن تفضى علاقتها مع التنظيم الدولي وأن ترتبط بالعمل السياسي الداخلي الفلسطيني وأن تؤمن بأنه هناك دستور وهناك قانون وهناك نظام وأنه أي إشكالية يمكن اللجوء للقضاء وليس استخدام قوات السلح هذا هو الأساس المصالحة تعني أن يكون هناك عودة للوضع الفلسطيني إلى ما قبل الانقلاب الذي حدث في منتصف العام 2007 وتسليم السلطة للحكومة الفلسطينية الرسمية لتحمل مسؤولياتها عن كل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وأنا أقصد من بينها قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس هذا يعني المصالحة أما ما تسأل إذا كان سؤال حضرتك عن المصالحة المجتمعية فهذا أمر متروك للمجتمع هل المجتمع والعائلات التي قتل منها أفراد كثر بيد سلاح حماس هل ستقبل بالمصالحة مع حماس هذا أمر آخر نقاشه يطول ويدخل في سياقات أخرى ليس على شاشات التلفز طيب هل فيه اتفاق ما بين مصر وفلسطين للاتفاق على الرؤية المصرية حول الشأن الفلسطيني في زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي ولقاءه بالرئيس الأمريكي لطرحه أثناء اللقاء هذا أحد أهم أسباب الزيارة أن يكون هناك توافق فلسطيني مصري في مقابل اللقاءات الفلسطينية الأمريكية والمصرية الأمريكية حضرتك تعرفين أن هناك زيارتان سوف تحدثان في المستقبل القريب للرئيس السيسي للولايات المتحدة وللرئيس محمود عباس إلى الولايات المتحدة بدعوات وجهت من الرئيس الأمريكي إذن بعد مرور أكثر من 35 يوم الآن على استلام ترامب للإدارة الأمريكية وكان قد طالب بعض السياسيين وأنا برأيي كان هدوء أكثر من اللازم طالبوا بأن يستكشفوا أكثر وإعطاء فرصة أكثر للإدارة الأمريكية حتى تعبر عن وجهة نظرها أعتقد أن مرور أكثر من 35 يوم 40 يوم كافية لاستيضاح الموقف الأمريكي وبالتالي حان وقت أن يكون هناك استراتيجية فلسطينية مصرية عربية في مواجهة الموقف الأمريكي المتبدل والمتحول والذي يكاد يصل إلى حد الانقلاب على السياسات الأمريكية السابقة طيب معالي السفير أخيرا يعني كيف قررت تصرحات الرئيس الرئيس الوزراء نيتانياهو وترامب حول الدولة الوحيدة بناء الدولة الوحيدة يعني يدخل في إطار العرفقات والهلوسات التي تصدر عن شخص غير متزن أعتقد بأنه المقصود من وجهة نظر بن يمين نيتانياهو وليس أعتقد أنا معتقد اعتقاد كامل هو يتحدث عن دولة ذات قوميتين في مكان واحد لها صبغة يهودية وبالتالي هي عنصرية ولا تؤمن بالديمقراطية وهذا يعني أن يتم طرد الفلسطينيين استكمال طرد الفلسطينيين من داخل أراضي في هذه الحالة يحصل على موافقة الدولية بأنه اسمها إسرائيل على كل أراضي فلسطينيين هذا أمر غير مقبول مطلقا لا للفلسطينيين ولا لغير الفلسطينيين ولا لجدودنا الذين استشهدوا دفاعا عن حقهم ولا لجيلنا ولا الذين ياتون بعدنا لن نقبل بذلك مطلقا نؤمن فقط إما بفلسطين التاريخية كاملة للفلسطينيين أو بحل مؤقت اسمه الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 تصبح اسمها دولة فلسطين والدولة الأخرى على أراضي 48 اسمها دولة إسرائيل وكلاهما على أراضي فلسطين التاريخية التي يعرفها كل العالم في الخراهط وفي الحضارات طب شكرا لمعالي للسفير حازم أبو شانب عضو المكتب السياسي لحركة فتح كل الشكر حضرتك فندم نستكمل مع بعض أكبرنا قال أحمد أبو الغيت الأمين العام للجامعة العربية أنه سيقوم بالزيارة للمملكة الأردنية الهاشمية غدا للقاء العاهل الأردنية الملك عبدالله الثاني للترتيب لانعقاد تمر صحفي عقب انتهاء اجتماع رباعي خاص بليبيا أنه سيعرض على ملك الأردن آخر الاستعدادات والتحضيرات للقمة والمواضيع المدرجة على جدول أعمال القمة فضلا عن بحث عدد من القضايا الهامة بالمنطقة بينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ العزب الطيب الصحفي بالأهرام تحيات لحضرتك كيفان؟ أهلا بيك خلينا يا فندم نتكلم النهاردة على الاجتماع الرباعي إيه اللي حصل فيه يا فندم؟ لا الاجتماع الرباعي التي شاركت فيه الجامعة العربية مع الأمم المستعدة مع الاتحاد الأوروبي والاتحاد الاسبيقي بمشاركة المسلين على مستوى رقيع أنا في تقدير يشكل خطوة نوعية باتجاه بالورث المواقف القيمية والدولية من أربع منظمات تتماس مباشرة مع الأزمة الليبية وهذا الاجتماع عقدة استمر ساعتين في الجلسة المغلقة ثم بعد هاتين الساعتين أقدى المسؤولون الأربع المسؤولون منظمات الأربع اجتماعاً مؤتمراً صحفياً كمناك شرحاً شرحاً كافة ما سمى الاتفاق عليه وتفضح بيان عن هذا الاجتماع هذا البيان عن مجمله أكد على المواقف التقليدية المحافظة على واحدة في ليبيا والاستقلالها ولكن الأهم أنه صالد الآن بأن تكون أكسر أكسياتية في ليبيا بقيادة ليبيا وليست مفروضة من الخارج ولكن هذه الأطراف الأربع منظمات الأربع التي هي الجامعة العربية والتحاد المسيحي والتحاد الأوروبي والأممتحدة تمثل عنصر أثناء بهذه الجهور بالطبع الثاني أولى الاجتماع ما جرى مؤخراً في الإنسان النفطي وأكدت المنظمات الأربع على أن نفط الليبي لكل الليبيين وليس لمصلحة جهة تتميز عن جهة أخرى وذلك يؤشر أن العالم كله يقف إلى جانب المحافظة على أهم سروة تمتلكها ليبيا وعدم توظيفها توظيفاً سياسياً أو جهوياً أو عسكرياً النقطة المهمة أن أبو الغيط عامل في الاجتماع في المؤتمر الصحف الذي عقده بمسايقة مسؤول النفط الأربع أنه سيرسل مبعوثه الخاص للجامعة العربية لليبيا التسيير صلاحة 2 إلى طبرق الأسبوع المقبلة هي مقر البرلمان الليبي الذي يرأسه المشار بعد أن ظهر المضروس العربي ترابس كيان الشهر الماضي ومن ثمت في محاولة لمدورة التوافق أو التعرف على مختلف الرؤى للأطراف المتصارعة ليبيا هناك تركيز كان في المطور الصحفي أو في جيان الخسامة عن الاجتماع على أهمية أن تفع كل الجهود للمحافظة على استفاق الصحيرات بحسبانها الاستفاق ليشكل الأساس والمضخل لإنهاء الأزمة الليبية ولكن كما نعلم أن الأطراف الليبية حتى الآن لم تستفق على أو لم يمضب تنضب إلغة على تزميد هذا الاستفاق وهو ما جعل مصر واحدا من الدول الرعاة للأزمة الليبية خلال لقاءاتها المكثفة على مدى الشهرين الماضيين مع كافة الأطراف الليبية بالتعوى إلى تعديل هذا الاستفاق بما ينبي مصالح وطلعات جميع الأطراف الليبية طب يا فندم إيه اللي خليهم يرفضوا اتفاق الصخيرات بعين الاتفاق الصخيرات يعني البعض يعاول على أنه هو المخرج الوحيد لحل الأزمة الليبية لا هو في مشكلة حيث المتبعث لمدى الشهرين بأن كوبر المبارس الأممي أراد أن يعني يقدم للعالم إنجازا معينا المتمثل في هذا الاتفاق في بسمبر 2016-2015 ولكنه لم يستحوذ على موافقة كل الأطراف الليبية في ليبيا على هذا الساعة وأهم الأطرافين نجاوزهما في ليبيا هما البرلمان المنتخب بخيادة المشار صالحة أحيانا والمؤسطة العسكرية يقودها المشير خليفة عبتر ومن هنا بينما شارك في توقيع الاتفاق مضموعات من ترامج ومضموعات من الغرب وبعض النواب الذين يستفق رؤيائهم مع رؤية سوريس البرلمان وبالتالي حادث هذا الانشقاق فيما يتعلق الاتفاق والتي حتى هذه اللحظة أن حكومة الوطاق ووطن الاتفاق تم تشكيلها لنها على الاتفاق لم تحظى لثقة البرلمان ومن هنا كما ذكرت لك أن مصر تحاول أن تبتع الفرقاء الليبين التوافق هذا الاتفاق مع إجراء تعدلات تتعلق مثلا بمصير حطر بدورة العملية السياسية في إجراء تغييرات في تشكيل المجلس الرئاسي وحكومة الوطاق ووطن بحيث تظن كافة الفرقاء والمكونات الليبية وهذا تحصل على بعض المكونات خاصة في الغرب الليبي شكرا للأستاذ العزب الطيب الطاهرة الصحفي بالأهرام كل الشكر لحضرتك كيفا؟ لاستكمل مع بعض أخبارنا أعلن السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن البابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثولوجية ورئيس دولة الباتيكان سيقوم بزيارة رسمية لمصر في الأسبوع الأخير من شهر إبريل المقبل تلبية للدعوة الموجهة إليه من الرئيس عبد الفتاح السيسي وأضاف المتحدث الرسمية أن برنامج زيارة البابا فرانسيس يتضمن زيارة مشيخة الأظهر للالتقاء بفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأظهر الشريف وزيارة الكاتدرائية المركوسية للالتقاء بقضاست البابا توضرس الثاني بابا الأسكندرية وبطريارك الكراثة المركوسية وزيارة الكنيسة الكاثوليكية التقى المهندس طارق قبيل وزير التجارة والصناعة بنائب رئيس مجلس الشيوخ البولندي وعددا من كبار المسؤولين البولنديين حيث أكد اللقاء على الدور الفاعل للبرلمان المصري ونظيره البولندي في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال إصدار التشريعات الداعمة للمنظومة الاقتصادية كما أعلن المهندس طارق قبيل أن وفدا من قبرى الشركات البولندية سيزور مصر خلال الشهور المقبلة للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة في كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية وممثلين لبعض الوكالات السياحية بهدف تنشيط حركة السياحة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة افتتح اليوم الدكتور عبد المنعم البنى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي معرض ظهور الربيع بحديقة الأرمان بالجيزة في دورته الثانية والثمانين ويستمر حتى ثلاثة الثالث من مايو المقبل وأكدت وزارة الزراعة أن المعرض يساهم في تجميل الشوارع والميادين فضلا عن مرضودها القومية على السياحة المصرية وزيادة الدخل القومي والعائد من التصدير واستضيف المعرض حديقة الأرمان التي تحتوي على أكثر من ستمائة نوع من النباتات النادرة والأشجار المعمرة فضلا على أنها تحتوي داخلها على قسم لأبحاث النباتات النادرة وتعد مركزا لتدريب الأقسام المتخصصة في كليات الزراعة على الأنواع النادرة من نباتات الزينة والظهور بتبدأ جدا وزارة التضامن الاجتماعي فتح باب التقديم لأداء فريضة الحج لأعضاء الجمعيات الأهلية وحتى يوم الثلاثين من شهر مارس الجاري وأكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أهمية تيسير الإجراءات لأعضاء الجمعيات الأهلية والعمل على طلاق أي سلبيات قد تواجه الحجاج والعمل أيضا على تحسين مستوى الخدمات المقدمة لحجاج الجمعيات ويشترد في الجمعية التي ستقوم بترشيح أعضاء راغبين في أداء فريضة الحج هذا العام أن يكون قد بر على قيدها عامين على الأقل وأن لا يقل حجم مصرفتها عن آخر سنة مالية وفقا لميزانيتها عن 500 ألف جنيه وأضافت أنه تم تخصيص 12 ألف تأشير حج لأعضاء الجمعيات الأهلية بعد زيادة حصة حجاج مصر بنحو 20% عن العام الماضي تم توزيعها على المحافظات وفي سياق آخر بدأت اليوم وزارة الداخلية في تلقي طلبات حج بالقرعة حتى الثلاثين من مارس الجاري على أن يجرى ذلك خلال مواعيد العمل الرسمية بجميع مراكز وأقصام الشرطة بمدريات الأمن بكافة محافظات الجمهورية كما تتلقى الوزارة أيضا طلبات الحج من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشؤون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت أو من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك ويسيتم إجراء القرعة من حصة المدرية التابعة لها محل إقامته الوارد ببطاقة الرقم القوم أعلن المستشار محمد أدي مرداش رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين حيث فاز عبد المحسن سلامة بمنصب نقيب الصحفيين بفارق ما يزيد عن خمسمائة صوت عن منافس النقيب الصابق يحيى اللاش وجاءت أسماء الفائزين بمقاعد مجلس النقابة جمال أحمد عبد الرحيم بألف ومائة واثنين وثمانين صوتا وحسين الزناتي بألف ومائة وخمسة وستين صوتا ومحمد خراجة بألف ومائة واثنين وخمسين صوتا ومحمد سعد عبد الحفيز بثمانمائة وواحد وثلاثين صوتا وعمر بدر بسبعمائة وثمانية وسبعين صوتا وأيمن عبد الميجيد بسبعمائة وثلاثة وستين صوتا مشاهدين الكرام اسمحنا نطلع لفاصل قصير ابقوما مشاهدين الكرام لسا مستمرين معكم وفي فقرة الأخبار عقد ائتلاف دعم مصر جلسة بعنوان تشجيع الاستثمار وقانون الاستثمار وذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني للمنتدى الأول والذي يقام بإحدى المنتجات السياحية بمدينة الغردقة بحضور الدكتور علي عبد العيار رئيس مجلس النواب ودكتورة صحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي وبعض عضاء مجلس النواب والمستثمرين والإعلاميين وخلال الجلسة قالت الدكتورة صحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أنا قانون الاستثمار الجديد يسهل إجراءات الاستثمار بالتوازي مع خطة الإصلاح الإداري بالدولة كما أشارت أن القانون به إطار زمني واضح للقضاء على البيروكراطية بشكل نهائي بالإضافة إلى أنه جزء من خطة الإصلاح الاقتصادية التي تقوم بها أجهزة الدولة ومن جانبه وجه رئيس مجلس النواب التهنئة لجميع أعضاء اقتلاف دعم مصر بمناسبة عقاد المنتدى الأول للإقتلاف مشيرا إلى أن هذه الجلسة تعد من أهم جلسات المنتدى حيث أنها تناقش واحدا من أهم القوانين في الفترة الأخيرة وهو قانون الاستثمار الجديد متمنيا زيادة الاستثمارات في الفترة القادمة لإنعاش الاقتصاد المصري بيواصل الوفد البرلماني بلجنة الثقافة والإعلام والأثار بمجلس النواب المسافر الأسوان زيارته الميدانية لعدد من المواقع الأثرية بالمحافظة ضمن جولة بدأت الخميس الماضي وتستمر حتى غدا في ضوء الطلب أحاطة قدمه النائب ياسين عبدالصبور بشأن الإهمال في عدد من المقاصد السياحية هناك حيث زار الوفد اليوم الحضيقة النباتية بأسوان وللوقف على المشكلات التي تواجههم تقدم النائب عمر أبو اليزيد أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب بطلب أحاطة لرئيس مجلس الوزراء بشأن ارتفاع الأسعار واختلاف سعر السلعة الواحدة في المنطقة نفسها بسبب غياب الرقابة على الأسواق وأضاف أبو اليزيد أن الأسعار تتفاوت بشكل كبير في الفترة الأخيرة في المنطقة الواحدة مطالبا بتجديد الرقابة على الأسواق من قبل الأجهزة الرقابية مع ضرورة ضخ سلعة استراتيجية بكميات كبيرة في المجمعات الحكومية لخلق جو من المنافسة والقضاء على ظاهرة الاحتكار وأوضح أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان أن أغلب شكاوي المواطنين تتمثل في ارتفاع أسعار السلع بشكل عام وتباين الأسعار بشكل خاص وأن التاجر أصبح هو المتحكم في سعر السلع في إطار حملتنا المستمرة لرصد أوضاع الشارع كاميرا عين على البرلمان نزلت شوارع إمبابا حنسمع أراء المواطنين ومشاكلهم مع الدكتورة شادية ثابت عضو مجلس نواب عن دائرة إمبابا نتابع ونرجع نستقبل مشاركتكو طوال الحلقة خلال الأرقام اللي بتظهر قدام حضرتكو على الشاشة ابقوا معنا مشاهدين الكرام جولة مع سيادة النائبة شادية ثابت عضو مجلس النواب ورصد المشاكل الموجودة في دائرة إمبابا برحب بك ستة النائبة خلين نتكلم أول عن منطقة اللي احنا موجودين فيها والمشكلة أهلا بك أولا المنطقة اللي احنا موجودين فيها دي اسمها حرط الحفري بمنطقة هنيدي بإمبابا القديمة الحقيقة دي منطقة بيقالها أكتر من 90 سنة أو 100 سنة المنطقة دي الحقيقة كان أول في جولة الانتخابية أول ما كان يمكن أن يكون دخلته لأنه كانت الناس بتخرج من البيوت على طوب من الكتر المجالي لضربة في الدور الأرضي والناس تحت السرير كان يعني الحقيقة عيشة لا يعني محدش يرضى بيها لأي بني آدم فالحقيقة جيت وكان رئيس الحي مونير المهندس مونير أنور كان لسه مستلم جديد والحقيقة جي وصلح وقال لي لا مقدرش أنا خاف أو حفور في الأرض البيوت طوعة لأن البيوت قديمة المهمة عمل سابورت يعني عمل سندات ودخل وعمل 25 متر مواسير وابتدت تتحل شوية مسألة المجالي ولكن البيوت قاعدة على صرف صحة ده البيت ده من حوالي شهرين أو ثلاث شهور ابتدأ الناس نطلع الناس منه قبل ما يقع عليهم المشكلة إن البيت جواه واقع هو واقع من جواه البيت اللي جنبه الناس عايشين في رعبه لأن البيت ابتدأ يميل فالناس هنا يعني واحدة بتقول لي والله يا دكتورة أنا بدخل بابني في ساكن في البنطقة اللي جواه أنا بخاف اسمه اسمعين عبد الغفار بيقول لي أنا بخاف كل يوم اتطمن عليه للبيت وقع عليه وزي ما حاديك شايف المنطقة أولا جميلة جدا ده عن نيل يعني لو الدولة خدتها كاستثمار وخدت البيوت دي ودتهم عمارة كاملة يسكونوا فيها في عيشة أدمية الدولة هتستفاد كتير برضك يعني الناس هتعيش في مكان كويس هتعيش في عيشة نظيفة وفي نفس الوقت الدولة هتستفاد لأنها هيبقى استثمار كويس بالنسبة لها وهتبقى الحاجة التالتة بقى الحضارية ووجهة النيل جميلة يعني اخسارة المكان ده أتمنى أنا أولا دكتورة مانال حامد كان امتهنة من حوالي شهرين لما البيت ده وقع وكان كمان فيه بيت أي للسقوط وجات ونزلت لجنة الحياة مشكورة بسرعة وقالت أول مكان هنطور فيه هو المكان ده بس الحياة الحبل طويلة يعني كم ده أنا فاكرا أول مكان يعني هيبتدوا بقى بعد أسبوعين ثلاثة شهر عشان البيوت اللي بتقع والناس اللي مهددت دي دي احنا الأيام طويلة احنا عايزين فعلا يعني عايزين سرعة اتخاذ القرار سرعة اتخاذ القرار من أجل أرواح الناس دي ناخد الأهالي نتفضل معايا وقولي برضو يعني إيه اللي انتو عملتوه خلال فترة الفترة والله احنا احنا فاجئنا بالبيت مال كده بطريقة خطيرة طبعا هنا فيه أطفال وفيه ناس عايشة وفيه أسر وبعدين اتحركنا للحاي الحاي جيت حرك طبعا عمل مسائل روتينية فضي الناس وكده والاخ طاري سعيد طبعا الراجل ما اسكدش جاب الناس سكنهم عملوا طبع الحاجات دي طبعا مشكورا وبعدين احنا مش بنتكلم دلات بتكلم دلات ان فيه وضع فيه خطر قائم ده بيت ماله هاي للسقوط في أي لحظة وفيه أطفال وبيوت وانت عارف يعني الحارش فازاي يعني الساب كده يبقى لوضع كما هو يعني يعني أنا واحد الناس لو قطة نطط ولا خمط باب انا بترعب فيعني ازاي هو اقفل وخفض الناس وقفل وخلاص وصيب الوضع كما هو تيجي الكارسي في أي لحظة يعني تخيل حضرتك انت بيت زي دوت لوضر الله لو اتفكرنا به انت عارف هيكون منظر المنطقة دي كلها ايه طبعا من الصح كده والكلام ده قولنا اللي بتاع الحي يا جماعة تاخذوا اجراء طبعا جات من عشرين ايوه جات عشرين لجنة انا عايزة عارف حتى يعني عارفة عارفة يا دكتورة حضرتك لو هو جاب سندات حتى حسستني بالامان ان انا كده في رعب ده رعب ده ممكن في أي لحظة حيال اطفال ناس راح ايوه يعني حضرتك وانا شفت المنظر الميول عامل ازاي بس يعني جانا والطربة ده بيت اللي وراحاته هل اخطر السعيد بده بشكورا اتحرك وعمل وعابل حاصل هو البيت دوت وده الاتنين دلوقت هم دلوقت هم دلوقت اللي واخدين ازالة ووقفين على هذا الحال وده بيت الوراق لو ده الطربة حياخد البيوت اللي حوالي دي كلها انا عندي حوالي عاشر اسر في البيت يعني كلنا هنضيع في قلب الحارة بيجوا زي قلتهم بيجوا وبيمشوا بيبصوا لا والله يا دكتور ما بتعمل لجنة بيبصوا كلا وبيمشوا يعني بيجوا كلا فرق بس دكتورا منان حامد وعدت ان اول مكان للتطوير العشوائي هنا وانا واثقة من كلامها واثقة فيها بس طيب المدى طويل احنا عموما يعني برضو لو حطينا جدوى لزمان يخل الفترة اللي جاية ممكن يبدأ التنفيذ متفضل بس فاندي ماشاء انا عايزان بارح مش عايزان بكرة انا لو تنفيذية انا عايزان بارح مش عايزان بكرة كمان بقودوا انت خدتها من التنفيذيين اين قالوا اول مكان يا دكتورا قلت لها الناس مهددين مش عشان الناس غلابة يمكن الاستاذ اسمعين عبدالغفار اتصل بي فيهم عشر مرات وبقيت بأكلم المحافظة وكلمه وكلم المحافظة وكلمه قلت له مش عشان الناس غلابة مامتو بتقول لي انا بدخل بيدخل بخاف عليه كل ما بتصل عليه ليكون البيت تهد عليه يعني مامتو خايف عليه من هذا الكلام طب قلنا قالوا اول تطوير انا فكرت التطوير ايه يعني هيبتدوا بقى شهر احنا بقلنا شهور انا بناشي التاني المسؤولين والتنفيذين المحافظة الجيزة والدكتورة منال والتطوير العشوائيات يكون اول مكان ده يبتدي فيه تطوير العشوائيات حفاظا على ارواح الناس رسالة كده توجهة للتنفيذين بقى تقول لهم التنفيذين احنا احنا ما عندناش حكومة في البلد صراحة ما فيش حكومة في البلد ولا في محافظ ولا في رئيس حي الناس دي جت قدت للناس دي وعود مش عاوض اقول لك قدي ايه كل اللي ييجي لك احد ما فيش حاجة بتتم فجئنا بعد ما كلمنا بالدكتورة شادية لقيت لجنة نازلة مش للبيوت نازلة طلع امر ترخيص للارض لدي امر ترخيص انت النهاردة جاي ترخص وتبني انت كايف تعمل صرف سحي بتاع الشارع كايف تعمل صرف كايف تدق ماتري في الارض عشان الشارع جاي النهاردة noche ماش حي شمال اسمه حي شمال اسمه حي شمال مش حي شمال احنا ما عندناش حي وما عندناش محافظ وما عندناش رئيس حي مطلبنا محاش بيحققها المطرئبنا النهاردة اللي احنا عايشين فواباق عايشين مهددين عاليا حضرتك الكاميرا تجيب البيت ده اهو البيت ده فين الامان امن ايه النهاردة сказала انا انا امن انا 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 طلبة انا فين السحة عشان علي جيبني النهاردة من الوباق ده scaling kim اعند انا صحة عشان علي جيبني واللي احنا فيه وغلاء والناس الناس عكيش ازاي يا حر الدكتورة يا حر الدكتورة سرعة ايه سرعة احنا مش شايفين سرعة ما فيه احنا مش لئين احنا مش لئين السرعة انا المفروض كده احنا وصل بنوصل صدقك انا عملت ايه انا لما اتحركت وقت الكارسة وبعد الكارسة اعملت ايه انت عافى فيه خطورة او لا بيش خطورة والله بسم الله الرحمن الرحيم احنا بناشد السيدة المسؤولين السيد محافظ الجيزة السيد رئيس الحكومة السيد رئيس حي شمال الجيزة هقول لي منت انا مش نقل يا رب الناس دي بتموت يا جماعة احنا وقفين بنصور دلوقتي وعرضا ان البيت يوقع علينا احنا وقفين دلوقتي في اهلنا في وسط اهلنا محدش حاسس بهم ولا بوجعهم في وراك هنا في واحدة ستة ايه نظرها راح لما البيت ده وهي بينزلوها من البيت اختها اسنانها تكسرت والناس دي مقعدة هنا وهنا وهنا عند الجران حتى مالهمش بديل يحس بيهم الدكتورة الشديدة بتحاول تتفاعل معاه انا اللي قعدة كنت ستفن بالبدة احنا دلوقتي عشر تنفار نقلونا في قدر واحدة بس ويشكر استاذ طرق هو اللي قعدنا واحنا معناش فلوس ندفع اساس فاحنا ضيعين عشر تنفار عادين في قدر فوق السطوح احنا نروح فين دلوقتي احنا من يشوفنا احنا من يرعينا احنا دلوقتي اذا اعتقد هنا رسالة واضحة وهي رسالة موجهة بشكل مباشر للتنفيذين المسؤولين عن هذه المنطقة وضرورة الحلول خلال ايام مش خلال شهور ولا خلال سنوات كما اعتدناها خلال السروات الماضية شكرا لكم مشاهدينا وإلى لكم طبعا شكرا لزميلنا احمد غنيم والشكر موصول ايضا لديوف الكرام ونائبة شادية ثابت يعني عضو مجلس النواب نائبة عن دائرة امبابا وطبعا ان شاء الله هنفضل متابعين هذه المشكلة لحد ما نلاقي حل منتظرين مشاركتكم برضو عشان احنا بنتكلم عن فساد المحليات ان شاء الله احنا هنفضل فتحين الملف ده واللي عنده شكوى من اي محافظة يقدر يكلمنا واللي عنده مشكلة من اي نوع برضو يقدر يعني يكلمنا وإحنا ان شاء الله هنحاول ان احنا نتواصل مع المسؤولين ونوصل لحلول بإذن الله معنا الاستاذة سماح من اليوبية تحياتي لحضرتك وستاذة سماح استاذة سماح سمعين يا فندم عليكم السلامة اتفضل يا فندم اه اهلا وسهلا اتفضل يا فندم اي مشكلة حضرتك اهلا بيش حضرتك احنا يعني دابع الخانكة وستاذة سماح حضرتك احنا حضرتك عندنا هنا هو انه في الصرف الصحي اولادنا سعبانين بسبب الترنشات بيجوا علينا بتوقي الترنشات بينزحوا لنا النصحة بمئة جنيه بندفع في الشهر بس خمس تلاف جنيه ده نصف ترنش طلبنا من الوزارة اللي هي تدينا تصريحا من نعمل مجال احنا جنبنا حضرتك يعني المكان ذات نفسه اللي هو فيه اللي بيكريم فيه الصرف الصحي سمعاني حضرتك انا سمع حضرتك يا استاذة سماحة فضالي فحضرتك مفيش بص يقولك انتو زراعة وما ينفعش وما يشدخل في الحي طب التكلفة دي كنتا هتتكلفوا يعني انت كنتا هتتكلفوا على حسابكو يا استاذة سماح اسماعيني انت كنتا هتتكلفوا التكلفة دي على حساب كنتو احنا قلنا لهم احنا بلغنا وقلنا احنا ممكن نكلفها على حسابنا يعني اللي من كل بيتنا إن عيالنا كلها جلنا مرض عيالنا اللي جايله فاشل كلاوي واللي جايله واللي بيغسل الكلا بص إحنا تعبانين حضرتك غير كده وكده ما عندناش إلا 2 مدرستين مدرسة حكومية ومدرسة إعدادي برضو مفيش مستشفيات الصحة اللي هنا مفيش دكات وابتيجي فيها اللي يوم وحيك في الأسبوع حضرتك تعالي منشط الجبل الأصخر وشوفيها وإحنا برضو جدنا قناة اللي هي 90 دي جي هنا هو برضو مصورين صوروا العربيات قالوا يعني معلش كلا معرضة أني الناس اللي عايشة فيها مظلومين مفيش خدمات هنا خالص وبعدين هنا المخدرات مش قادرة أقول لك يعني العيال الزغيرة إحنا والله والله الأسبوع ده 8 شباب ميثين بسبب المخدرات على سن 24 و20 سنة بيدونهم مش هقولك لا أستاذا سمحنا العيزة أسأل من فيه عن الحكومة عن الدنيا عن أي حاجة فكل حاجة مباحة وفتجباة وعيالنا متضمرة العيال الصغيرة في الإعداد بيقزموا عليهم السجارة عشان ما فيش رقابة المدرسين يقولونهم روحوا وبقوا طبعا بتدخلوا بروس طب أستاذا سمح يعني طب يهدي بس علشان أكلمك أنا مقدرة موقفك طيب فين رؤساء الحي أنت طبع للخانكة أحنا طبع الأليوبية حضرتك روحنا والله روحنا الوحدة مركز الخانكة يعني يا أستاذا سماحي سمعيني يا أستاذا سماحي سمعيني أنت مركز الخانكة سماعيني يا فندم قولي حضرتك حضرتك تابع المركز الخانكة أيها حضرتك آه نتابع مركز الخانكة طيب تواصلتوا مع رئيس حية أو مع النواب روحنا وصلنا والله وقالوا لي كنتوا داخل أرض حيازية دي زراعة ما تنفعش طب لما احنا أرض زراعية بتاخدوا مننا كهرباء ليه وبتاخدوا مننا فلوس نور ليه فلوس مية وبتاخدوا مننا كل الخدمات موجودة والتليفونات موجودة قال لك أصلها أرض طبع المحايدة ودي زراعة طب لما هي زراعة انت قبلتوا من الناس احنا بالضبط احنا يعتبر في المكان اللي أنا بكلمك فيه حوالي خمسة مليون طب أستاذة سمح انت تعرفت أسماء أنا سمح أسماء النواب للدائرة بتاعتك اسمهم إيه يا فند؟ نعم نواب البرلمان نسميه إيه؟ لسه وزير اتنقل كان فيه وزير قبل اللي هو اتنقل ده حضرتك ده كان معشر إن هي تدخل في الموضوع السرس الساحي مجي؟ أستاذة سمح أنا عايزة أعرف أسامي النواب بتاعتك دائرة إيه علشان نعرف نتواصل معاهم أسامي النواب إيه؟ نواب الدائرة نياب طب ديها واحدة ديها واحدة معلش طيب طيب خلاص يا أستاذة سمح يعني هنحاول إن احنا يعني نشوف حل ونتواصل إحنا نعرف إحنا مين النواب بتاعتك الدائرة ونحاول نتواصل مع يعني رئيس الحي وأيضا المحافظ الأليوبية يعني إيه منطقة زرعية طيب لو حتى هي منطقة زرعية طيب إنتوا ليه؟ ما بتحاولوش أن إنتوا تقننوا ما لهمش دخل الأهالي سواء منطقة زرعية ولا منطقة بناء أو غيرها يعني أهم حاجة أن تكون يعني أقل حاجة الميا أقل حاجة يبقى فيه صرف صحي يعني بتقولك الأطفال بيموتوا والكبار بيموتوا من المخدرات ومن الصرف الصحي ومن عدام الصرف الصحي طيب معنا الأستاذ محمد من إسكندرية أو أستاذ محمد اتفضل يا فن تحياتي لحضريتك اتفضل يا فن الله خليك السلام عليكم عليكم السلام يا فن اتفضل مشكلة حضريتك ايه يا فن أنا بتكلم بخصوص الإزالة بشارع مسجد الصداقة الإسلامية مسجد سيدي بيش رائب لي اه اتفضل يا فن دلوقتي الإزالة بتيجي بس البيعين وقفين ما بيعملون لهمش حاجة بتاع الإزالة بصح بينهم انت ده على الليه قلبها كلام يردي وبعدين تلاقي بتاع البرشام وبتاع المخدرات وصرعين مية وصرعين كهرباء هل ده ينفع لا طبعا ما ينفعش تب فين رئيس فين رئيس المالعين هتقول النهار والليل القلقنا من المنام حي المنتزى يا فن حي المنتزى طيب يعني ان شاء الله حنحاول نتواصل مع رئيس الحي أو نتواصل مع محافظة الأسكندرية يعني كل الشكر لأستاذ محمد نواب الخنكة الأستاذ محمد مدينة والأستاذ محمد ردوان وردوان الزناتي أو الزياتي يعني دول الصحفي ردوان الزياتي هنحاول ان احنا نتواصل ليه بيه خصوص مشكلة الأستاذة سماح أو الحي نفسه أو المنطقة نفسها يعني هي مش الموضوع سماح هي موضوع قصة ناس عيشة هناك سواء مخالفين أو مش مخالفين لازم ان احنا نقلن وضعهم ازاي ان احنا نسيب الناس اللي تموت وصرفه صحي ومشاكل وتلوث لا ما ينفعش طبعا طبعا المحليات من أصعب المشاكل اللي بتواجه مصر يعني غياب المحليات وعلى ما أظن كمان غياب النواب يعني لما تقولك لأنا اتكلمنا مع النواب وقالوا ان انتو منطقة زراعية طب انتو مكان كنتوا فين انتو موجودين في مجلس النواب ليه انتو موجودين في مجلس النواب علشان تحلوا مشاكل الناس منطقة زراعية أو مش منطقة زراعية قلنوا وضعهم يعني حلوا بقى المشكلة ما بينكم ما بين الحكومة ما بينكم ما بين الرئيس مجلس النواب المهم ان انتو توصلوا لحل المشكلة الناس دول من طيب معنا الأستاذ عادل من القاهرة تحياتي لحضرتك أستاذ عادل اتفضل يا فند سلام عليكم عليكم السلام يا فند عادل عالي يعني ممكن توطيه بعد ايزي حاضر اهو خلاص أفلت خالص حضرتك اهو انا فعدتك رجل من القاهرة اتفضل يا فند اه يا فند اتفضل وموليد القاهرة اتفضل وشغلي كان في الكاهرة في شركة صوت الكاهرة للصوتيات المرادة تتباع للتحاد الازاعة والتلفزيون وأنا راجل بقالي 30 سنة رجل ساكن في الشرقية وبركتي معاهش بقالي سنتين فيم في الشرقية يا أستاذ عايدن قاعد في مركز الرملي طبع مركز بالبيس طيب يا فندم ايه المشكلة بقى يا فندم المشكلة حضرتك ان انا راجل نفسي في حيثي تشقى في الكاهرة عشان افتريح تعبت من قطر المواطنات لما بنزل اجيب علاجي ولما بنزل اجيب توميني وما بنزل اجيب حاجتي تعبت وبعدين انا راجل كبرت السن بقالي سنتين دلوقتي خارج على المعاش والمشكلة الثانية حضرتك دلوقتي ما خدتش مكافحة الحاج دلوقتي من الشركة الشركة حالتها بأس خالصة بعد تحدي الازاعة والتلفزيون وما خدتش مكافحة الحاج دلوقتينا هذا قالت انتين خارج على المعاش خارج من شهر 7 2015 بخدتش مكافحتي بدور على شهر خارج برة قولي لما اروح لحد يقولي لها انت كبير في السن انت عندك 62 سنة ما تبعش تشتغل انا راجل سواه وعندي كفاء منع الشغل لو ربنا اداني العمر 20 سنة كمان حشتغل كمان استاذ عادل معلشة انا كده دخلت في كذا وزارة مع بعض يعني حضرتك مطلب واحد حضرتك عايز ايه يعني حضرتك عايز المكافأة يا فندم ولا عايز الشقة عايز المكافأة وعايز الشقة في مصر بس مش اكثر من كده الشقة دار طب قدمت على شقة في الاسكان ليه ما قدمتش ما قدمتش حضرتك بكل ما روح البصة اقولك لسا الدفتر مجاش لسا البيتدفتر بتاع الشروط مجاش انا عاوز حتيت شقة ستريح ومكافحتي اخذها هذه سنتين ما اخدتش مكافحتيك حد الواحد هي لو بالنسبة للشقة يا استاذ عادل في اعلان حينزل واحد وعشرين اربعة اللي جاي تقدر حضرتك انك تقدم فيه ان شاء الله اه يا فندم اما بالنسبة للمكافأة يعني حنحاول نوصل لحلول بإذن الله يعني نتواصل مع المسؤولين في الشركة وحضرتك سيب يعني سيب رقم حضرتك علشان نقدر نفهم برضو الموضوع من زاوية اخرى اه معانا الاستاذ سامير من الاسكندرية استاذ سامير تحياتي لحضرتك كيف فان يعني واضح ان الاستاذ سامير الخط فصل يعني منتظرين مشاركتكم بصراحة يعني مشاكل كتير طبعا غير مشاكل طبعا فساد المحليات لكن برضو يعني اي مشكلة من اي نوع احنا برضو يعني فتحين تلفوناتنا وفتحين برنامجنا لأي مشكلة احنا برنامجنا ده علشان خاطر الناس اه ومنتظرين المشاركة معانا الاستاذ ماجد من المنصورة تحياتي لحضرتك استاذ ماجد تفضل ناجح المعدة يا فندم مع حضرتك استاذ ناجح تحياتي يا فندم عفوة لحضرتك تفضل يا فندم انا بس عاوز اتواصل بس مع البرنامج جعين على البرلمان انتفعين على البرلمان يا فندم على الهوة تفضل بس يا ريت حضرتك تواطي التلفزيون واسمعني من التلفون يا استاذ ناجح ناجح المعدةوي من قرية افنيش من المنصورة اتفضل استاذ ناجح سمعني يا فندم طيب يعني استاذ ناجح الخط فصل يا ريت ونبي رجاء اي حد يكلمنا يوطي التلفزيون قبل ما يكلمنا ويدخل برسالة مباشرة لان فيه ضغط كبير جدا على التلفنات معانا الاستاذ محمد من الضقة اهلية استاذ محمد اتفضل يا فندم اتفضل يا فندم عليكم السلام اتفضل يا فندم انا محمد عبد السميع من الدهلية من الاس انا ضمن خمسة في المئة معظم معايا اللي بلومت الغارة ع 2015 ورحت عدف مضاف المحظة اقزم في الوظائف خمسة في المئة بلوني مفيش بلد القوة العاملة بحويل ع القوة العاملة مصانع رخام وكده بس انا ما اقدرس اننا استاذ رخام والمقدرس عشو المصانع انا ومبايا وامتي يعني والدتي اعرفك شقة بالقوة العاملة بالقوة العاملة عايز وظيفة او اي حاجة اتعاستنا طب ليه ما اخدتش معاش تكافل وكرامة يا اوصاز محمد بدم انت قاعد اقدمت يا فندم بابايا هو اللي بياخد معاش عالي جاي معاش عالي اقدمت على تروفيك في المحظة في سهر سبعة لفات وقدمت على كشف في المحظة وراح لقاس مميس المدينة وقاس مميس المدينة ما اقصرش عليه طيب ان شاء الله احنا هنتواصل يا استاذ محمد مع محافظة الاهلية ونشوف يعني موضوع التريسيكل ده وانت تسيب رقم تليفونك لكن الوظيفة الحكومية دلوقتي بقت باعلان رسمي من القانون يعني بعد قانون الخدمة المدنية الاعلان رسمي وبقى ينزل على كل المواقع الالكترونية للوزارات معانا الاستاذ هشام من القاهرة اهلا بحضرتك استاذ هشام تفضل يا فان اهلا بك يا فاند ازاي حضرتك اهلا يا فاند متفضل ايه مشكلة حضرتك حضرتك انا ساكن في المطارية وهضبال حضرتك متفضل يا فاند والمكان اللي كان يعني انا قريب من المكان اللي طالع من له التمثال وهضبال حضرتك مبروك عليكو يا استاذ محمد فضل حضرتك دلوقتي احنا الارض اللي هي المزرعة دي والارض الفضية الكبيرة او دي يعني احنا كل عدو مجل الشعب نتكلم معهم ويقولك هنعمل فيها مساكن نعمل فيها حاجات خدمية للشعب لالة المطارية يعني حضرتك الارض دي بقالها سنين يطلعوا اللي فيها الحكومة تطلع اللي فيها وتبني فيها مساكن او تبني فيها مثلا اسم شعر عقاري مطافي اي خدمات لالة المطارية هي دي او استاذ هشام الارض اللي عليها اشغلات وبيقولوا ان هي تحتها بالفعل اثار لا يتعتبر حارتك فيه حتة جنب منها كبيرة جدا يعني فيه ناس كتير مستغلية اللي عاملها جراشات اللي عاملها ملاهي اللي عاملها قوضع يد يعني او استاذ هشام صح قوضع يد قوضع يد اه كلها والنواب كل نائب ينزل الدائرة قبل ما اننتق بيقولك هعمل فيها وما حدش بيعمل حاجة انتو حبين انها يعني ان لو لو الوزارة تطلع كل الاثار اللي فيها وبعدين تبدأوا يستغلوها يستغلوها يعتبر فددين كبيرة حضرتك وبعدين ديف قلب المثالة لو انت حددتك بصفت 54 فدان هي او استاذ هشام يعملوا فيها خدمات للدائرة دائرة كبيرة يعملوا فيها مطاف شهر عقاري اسم مساكن للناس انما هي متسببة قالها سنين ووزارة الاثار ما تسألش في اي حاجة ولا في اي حاجة ده بالحضرتك طب ما رحتوش ليه للنواب بتاعك طب استاذ هشام ليه ما رحتوش للنواب بتاعك الاستاذ عاطف مخليف والله او اللي هو عالي دمرداش ما بيقعد على الكرسي بيبدو لك انا هعمل هعمل ما حدش بيعمل حاجة لا انا سؤالي واضح يا استاذ هشام انتو رحتولهم وقدمتولهم المقترح ده ولا لا عضرتك كل واحد كل واحد من ايام من عاطف الاشموني الابل كل واحد يمسك الدايرة بنقولهم الكلام ده يقولك انا هعملها ما هتش بيعمل حاجة ما يمكن يا فندم المراد يصدق يعني لو تواصلتوا معاهم واصريتوا على هذا المقترح ممكن يعني يصدق استاذ كان استاذ وقل البراشي كان بتكلم من حوالي كام يوم مع استاذ وقل التحان ما ما تكلمش حتى في الخدمات اللي نستلبها بالنسبة للمزرعة ولا الارض دي ولا الكلام ده كل وارض اوقاف ولا ارض ده ولا ده يعني دي ارض فاضية ارض كبيرة مليانة فددين الحكومة تطلع اللي فيها واخد بال حضرتك وتبني مشاريع للشباب ولا تبني مساكن ولا تبني ده ولا تبني ده او تعمل اي خدمات للدول طب ايه اللي ناقص استاذ يشام ايه اللي ناقص يعني دايرة المطارية من خدمات حضرتك المطافي ما فيش مطافي عايزين شعر عقاري عايزين مرور المرور يعني عشان تروح حضرتك بتروح مرور الامارية او مرور السلام واخد بال حضرتك يعني بتوعن شمس المطارية دائرة كبيرة بتروح مرور الامارية او مرور السلام ما يعملوا فيها مرور هي ارض كبيرة جدا طب استاذ يشام يعني خليني اسأل حضرتك يعني انت ايه رأي حضرتك لاداء النواب يعني في اداءهم الثلاث نواب اللي خاصين بدائرة الامبابا المطارية عفوا المطارية ما فيش حاجة تمت حضرتك ما فيش اي حاجة على مستوى الديار ما فيش اي حاجة تمت في المطر ولا اي حاجة في المطر هي المطر هي اخر مرة شفتوه امتى قبل المؤتمر او قبل اللي احنا شفناه على الهواء اللي هو تطلال التمثال خروج التمثال رمسيس ما شفش اللي مثلا يكون فيه عازة ناس في الدائرة ناس تقيلة ينزلوا العازة بس او كده وخلاص على كده طب حلو اوي ان ه реال ان هhofما بيعزوا يعني يا استاذ الشام اه بيعزوا اه بيعزوا بخطر الناس بس احنا عايزين مشاريع وعايزين حاجات للدائرة اكيد طبعا ودحقكم وانتوا جايبينهم علشان كده اكيد يا استاذ شام ودحقكم وانتوا جايبينهم علشان كده وبعدين حضرتك التمثال مفروض ما далيش هو طالع من المطرية مفروض احنا عندنا فيه مثال اسمها سنوشرت فيها اثار ده مفروض كان يتحط في المثال عندنا ده يعني هما احنا عندنا شجرة مريم وعندنا طيب أستاذ هشام خليك معايا أستاذ هشام أستاذ هشام معانا النائب عاطف مخليف يعني عضو مجلس النواب عن المطارية أستاذ سيادة النائب تحيات الحضرتك يعني معانا الأستاذ هشام بيتكلم على إن فيه أرض كبيرة جدا فضية وعليها أو حواليها إشغالات وغير مستغلة بيتكلم إن ليه الدولة ما تطلعش الأثار اللي فيها وتبدأ تستغل الأرض دي إنها تبني الخدمات اللي نقصة يعني ما عندهمش مطافي ما عندهمش شعر عقاري ما عندهمش وحدة مرور الحقيقة احنا عندنا 56 خدان بعد الثورة طبعا تم إجغالهم بطريقة عشوائية عن طريق أعمل جرشات أعمل ملايح ملايح كورا الأجرالات الأكبر بقى رطش بقى رطش 56 خدان دول تحتهم معبدين معبد للمكتنبو وده آخر خرعون من فراهين مصر ومعبد ثاني اسمه معبد ثون وهو طبعا يعني إلى السين يعني تمام يا فنم يعني فيها أثار فيها أثار فيها أثار فيها أثار فيها أثار ممكن احنا كنا يعني بسبوع الفات بصدب اكتشاف لتمثال رمسيس الثاني وقابلها بيوم الحقيقة يعني كان فيه اكتشاف لتمثال الملك سيتي اللي هو ابن رمسيس الثاني ولكن يعني السرعة بتاعت الاكتشاف بتاعت رمسيس الثاني رطة على اكتشاف الملك سيتي الحقيقة اللي هرضا أنا كنت موجود في هذه الأرض في الأرض دي وكان معايا البيعثة الألمانية وقالولي كل المواطن السلبية اللي فيها وظفتها دعيني الحقيقة وأنا عامل طلب أحاطة لمعاني رئيس الوزراء لمعبد الشريف السمعين عشان نجمع خمس وزراء الأرض دي 56 فتان دي معاني بيها خمس وزراء أولا مالك الأرض وهي وزارة الأوقات ثانيا اللي هينقص الأرض دي وهي وزارة الأصار ثانيا اللي هيعمل صور حوالين 56 فتان اللي في المطرية وهي وزارة الإسكان خمسا الداخلية اللي هتعمل لي حراسة أملي بتأمين على المكان اللي الجاسة الألمانية بتتخرج يعني بتعمل تشفيات هي مالعلم ويما تشوف الانسر بلول دي بتاع الأرض طبيعة الأرض وكذا ولكن احنا يهمنا نحنا تعمل تسمية مش دامة عن طريق الأصار لأننا عايزة أقول لحضرتك عن حاجة يمكن العالم في السياحة بينفزنا في السواطئ والملاي والألعاب وهما بيننقوا الأدوات دي انما احنا بنملك حاجة ما بيملكوهاش خالف يعني أهالي الدايرة بيشتكوا ان ما فينش مطافي يعني ايه منطقة زي منطقة المطارية ما فيهاش مطافي ما فيهاش شهر عقاري ما فيهاش مرور لما يحب يستخلصوا أي حاجة من المرور بيروح له مرور يعني السلام الأمرية مرور الأمرية الأمرية ماشي إذا كانت السلام بص حضرتك يعني خلينا ما نتطرقش القصة الأثار خليني نتكلم عن الخدمات اللي المفروض حضرتك تقدمها نتكلم في الخدمات تفضل نتكلم في الخدمات أنا ما ينفع في أن أنا أعمل على أرض أثار بنية تحتية لخدمات إنما أنا عندي أراضي فأنا أنا عندي أراضي أوقات عندي أرض ديسة حوالي فالدانيل وعندي أرض في ظهر الجامعة الصفية حوالي عطل عزنا يعني هنأمل فيهم إن شاء الله الخدمات دي ولكن إحنا دلوقتي تفضلين وقت زمني قدقي يا فندم يعني إن شاء الله خلال خمسين ديسة كتير وعايز أقول لحضرتك على حاجة إن المطافي المرور التجيل المدني كله في مجمع الأمرية الزرق بين الأمرية وبين المطارية شارع أعرضه أربعين بس حضرتك بتتكلم إن منطقة زي منطقة المطارية فيها تنين معبدين وفيها كثير من الأثار أظن إن هي من حقهم برضو إن هم يبقى عندهم يعني مطافي ويبقى عندهم شارع الغاري ويبقى عندهم وحدة مرور يعني ده أقل حاجة زي ما مصري بتمتلك يعني أكتر من يعني من من طولة أثار العالم إحنا برضو محتاجين خدمات يا فندم محتاجين إن إحنا نشتغل بجد على أرض الواقع الحياة المطارية هي عدد سكانها مليون ومتين طب يا فندم يعني حضرتك بترد على نفسك ما أنا بتكلم في النقطة دي المساحة بتاعتها سبعة سيلو متر مربع المساحة قليلة جدا فعشان كده أنا بطم من السادة المشاهدين واللي بيتكلمهم مع حضراتي إن إحنا إن شاء الله خلال سنتين حيثينا على أرض المطارية إن شاء الله يعني إحنا بنعمل إحنا بنعمل دلوقتي على فترة إحنا عملنا مركز سباس إن شاء الله حنتواصل مع حضرتك سيادة النائب النائب عاطف مخليف يعني عزرا للوقت وبنشكر الأستاذ هشام اللي كان معانا من المطارية مشاهدين الكرام بكده نكون وصلنا نهاية حلقة نفعين على البرلمان تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء